بهذا الشكل طلت عدداً كبيراً من المشايخ لكن الشيخ محمد عبدالله هو اللي معايا لماذا توجهون إليه التهمات بإنه ينفذ مخططاً شيعياً بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين طبعاً أنا مش أكلم في أي حاجة قالها الأستاذ محمد في البداية عن إطلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآله لأنه بيعمل تحت سمع وبصر الدولة المصرية من قبل ست سنوات ومن قبل الأستاذ محمد ما يعرف ولا يتعرف في أي مكان كان الإطلاف شغال وكان له وجوده وكان بيثبت وجوده وكان له تعاون مع الدولة المصرية ويأخذ رأيه في مسائل مختلفة ومتعددة أخرها في موضوع عصفة الحزم وموضوع الحسيين اللي كان قامت بعدها في شهر أربع عصفة الحزم أي التهمات توجه إلينا هناك أمن وهناك نائب عام وأي حد إحنا على استعداد للمسائلة إذا كان موقفنا القانوني غير قانوني هو قال إن أحد أعضاء والحايم مش هو بس اللي قال ده ده نشر فيش أي مشكلة أحد أعضاء فهنا تغير من الصف أحد الأعضاء معكم التهم في قضية الهجوم الإرهابي ولا لنا أي عضو ولا لنا أي حد التهم في أي شيء الناس اللي كانوا في التفجير في سفارة النيجر كانوا بيحضروا وقفات من ضمن الوقفات اللي بينظامها الاقتلاف أنا كنت بدأوا الوقفة ضد التواجد الإيراني داخل مصر أيامنا جاد لما كان موجود على أرض مصر في ظل حكم الإخوان إحنا اعترضنا على الإخوان وعلى وجود نجاد وديه وقفات كان بيحضرها الإخواني وكان بيحضرها السلفي وكان بيحضرها الملحد وكان بيحضرها ناس كتير جدا كانوا بتواجدوا معنا في الوقفات فأحنا مش نفتش على كل واحد ده جايي له واتجاهته هي الأحزاب المصرية بيوجد بداخلها ناس على مختلف المستويات وناس لهم أراء مختلفة جدا الحزب مش هيحسبهم ده لص ولا ده حرامي ولا ده مرتاشي فده أمر طبيعي وأنا لا أسأل ولن أسأل ولم أسأل في هذا الموضوع لأنه موضوع ما يخصناش خالص لا من بعيد ولا من قريب أما بالنسبة للشيخ مصطفى العدوي والشيخ محمد الزغبي فأنا أسجل شهادة أمام حضرتك أن الشيخ محمد والشيخ الزغبي والشيخ مصطفى العدوي علماء وعلماء كبار وعلماء لهم قامة وهامة داخل مصر وخارج مصر ده للناس يعني عشان تبقوا أعين ندخل بقى أفصول بالموضوع هو بيقول أنتم تنفذون مخططا صهيونيا لإشعال الفتنة بين السنة والشيعة وانتم بتتايمون بتنفيذ مخطط أنا بنتاهمه بتنفيذ مخطط إيراني لأن سعدتك عارف ومصر كلها بتعرف إن إيران لها تدخلات في المنطقة العربية ولها أطمع توسعية علشان نفهمها من ناحية العقائدية وفهمها للأستاذ محمد إن إيران بتسعى إلى تكوين دولة العدل الإلهية اللي هي بتشمل العالم كله ويحكمها المهد المنتظر محمد بن حسن العسكري طفل الصغير اللي دخل سرداب في سمراء من 1250 سنة ومنتظرين الأكذوبة يطلع لغاية النهاردة وبالتالي على مصر أن تتشيع من أجل إنها تبقى تحت سيطرة المهدي بتاعهم محمد بن حسن العسكري ومن ثم ينطلق بجيش مصر إلى المملكة العربية السعودية لتحرير مكة والمدينة وإقامة الحد على السيدة عائشة يعني حد الزنا وبعد كده يصلب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما على جزعي شجرة ده المعتقد الديني عند الإيران اللي هم عند الشيعة الروافد الاثنى عشرية اللي هم بيكفروني وبيكفروا حضرتك وبيكفروا مصر كلها بداعي الإمامة الحوسيين بالنسبة لمصر هم أعداء لأن احنا بنحارب ميليشيات الحوسي من الهاردة إيران هي من تدعم ميليشيات الحوسي الحرب القائمة ما بين الدول العربية والقوات المصرية السعودية العربية المشتركة اللي بتحارب ميليشيات الحوسي معناها إن مصر في حالة حرب مع إيران بطريقة ملتوية لأن من يمول الحوسيين ومن يختلق المشاكل هناك هم الحوسيين وبالتالي أنا عندي مشكلة في اليمن سببها إيران أنا عندي مشكلة في لبنان حزب الله دولة داخل الدولة وجيش أقوى من كيش الدولة اللي الأستاذ محمد راح واللي بيقول إن جبهة علماء المقاومة كلمة مقاومة يا أستاذ وائل مصر كلها تعرفة منبعها واللي بيرددها هم حزب الله والمقاومة مش معناها مقاومة لسان ولا مقاومة كلمة ولا مقاومة ألم ده المقاومة مقاومة سلاح طيب أنا عايز أجيب مقاومة أجيبها عندي في بلدي وحط حزب الله داخل بلدي تحت زريقة المقاومة ومقاومة إسرائيل ده اللي شيء المرفوض الجبهة علماء المقاومة مكونة ومشكلة العام الماضي مين اللي مشكلها؟ المكتب السياسي الحزب الله من ألقى الكلمة الأولى في افتتاح المؤتمر اللي حضروا الأستاذ محمد كان حسن نصر الله مش مظلوك كان حسن نصر الله ويريت الإخوة يعرض لنا الصور وهو جاي على الشاشة وحضرتك قعد وراء وشايفه على الشاشة بيلقي كلمة في هذا المؤتمر يعني معناها أن المؤتمر خاص بحزب الله جبهة علماء المقاومة نعم هذه إحدى اللقطات ولكن أول كلمة ليست ل ده مين ده ده مين اللي على الشاشة يا أستاذ محمد حسن نصر الله نعم ولكن ليس هو أول متحدث معا لنا هو الكلمة أول متحدث بيكون اللي بيقدم الناس ومفتي سوريا الشيخ بدر الدين حسن المناسبة لكن كده كده كلامي اللي اسم هو سني وهو أحد منظم المؤتمر لأ حسن نصر الله اللي ألق ألقى كلمة كل جنسيات كل دول شيعة ما يتنشل من شيعة أستاذ محمد قلب السور تاني من فضل لكن دي صورة حسن نصر الله هو بلقي البيان بيلقي كلمة في المؤتمر يبقى ما تقوليش بقى أن المؤتمر ده اللي جابعة علماء المقاومة اللي هما ناس طيبين وناس حلوين لا ده حزب الله مفتي روسيا على المنصة على اليمين أنت ما خدوش مفتي لمصر لي يا شيخ محمد والله دعوهم ولم يلبوا الدولة ليه يعني هما الدولة الرسمية تدعى ولا تلب النداء وحضرتك تدعى وتروح تلبلهم النداء والله أنا حر لب النداء في الوقت هيا الدولة أنت بتعمل ضد الدولة المصرية لا لا أنا لا أعمل من يعمل ضد الدولة المصرية بس خبير عسكري ويقول أن مصر تحارب في اليمن بينما أنا أحذر الشعب المصري لا تأخذوا أخبار تخص الجيش إلا من صفحة المتحدث العسكري والمتحدث العسكري لم يعلن أن هناك جيش مصري في اليمن ليه مش فيها صفة الحزم أنت ما بتراش جرائب الله ما سمعتش عنا ما بقراش جرائب بقى الكتير طيب ما تتكلمش في السياسة طبعا أنت ما تعرفش وإنت جمعية خيرية بتتكلم في السياسة ما لكش دعوة بالجمعية الخيرية وكمان سيادتك بقى إيه علاقتك الأمنية لما بتقولوا الأمن شاورنا والأجهزة الدولة شاورتنا مع أني جهاز أمن بقى بتشتغلنا يا شيخ محمد خليك راجل عائل أنا راجل طبعا عاقب والكلمة اللي بتتقال لازم يبقى لها حساب لا 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 بص أقنعني يا أستاذ عامل المخطط الإيراني مش عايزة أستند لمكنوعة صور لا لا ده احنا بنقول دلوقتي إن الشيخ محمد راح علشان يحضر مؤتمر منظمه حزب الله هو أنا محمد هنا وميزو على صفحتك مش على صفحتك كاتب إن أنا حباستي ميزو أنا حباستي ميزو لا ده الأمن اللي مسكك وانت جاي من إيران الأمن مسكني الأمن ما أبطش علي الأمن عادك من الساعة 12 للساعة 3 يا أستاذ محمد أقسم بالله العظيم كنت قاعد في التكيف من الحر اللي برا من الساعة 12 للساعة 3 بالليل لا لأربعة عشان أصح معلوماتك وشرت 3 شاي وتصدر مما جهازة كمبيوتر بتاعك أكل مجدولز أو بيزة أو أكل مكدونلز أو بيزة أو جبنة أنا طبعاً بوفر للدولة وأشيد بأداء رجال الأمن اللي في المطار مش معاملتنا بس معاملة حتى الناس الأجانب اللي هما طبعاً أمن بلدنا ده أمن بلدنا اللي هما جايين بدون فيزة معاملة راقية أتمنى أن يعني أنت بتقول تم استقافي نعم في المطار وصدر جهاز الكمبيوتر وصدر مجموعة من السيديات وصدر مجموعة من الكتب اللي جاء معه بما فيها الدستور الإيراني بالمناسبة تب مصدر معلومتك إيه وصدر وانا شغال مع الضابط اللي وقفنا انت مالك انت شغال أنا عميل أنا بص بص قدام مصر كلها أنا عميل للأمن المصري يرضيت لا إله إلا الله هو بجيبه لك من الآخر يعني أنه جايب معلومات يعني هو مخبر مثلا هو اعترف بقى أنا بص قدام مصر كلها يا أهل مصر اشهدوا أني على السعيد عميل لأمن مصر طيب أنا بحذر بقى الأمن بحذر الأمن المصري بقوله أن العميل علاء السعيد في برنامج واحد صحيح قال إن الجيش المصري بوتقى لأي حد وجيش خاين وعميل وإن الجيش جوا إرهابيين والفيديو اسأل المعيد ببتاع حضرتك معرفة لننزله أستاذ أحمد أبو الخير الفيديو على الفيسبوك بعنوان الداعشي علاء السعيد يصف الجيش المصري بأنها مؤسسة للإرهاب الفيديو موجود على الفيسبوك يا أستاذ أعيب يا راجل عيب ومعد الحلقة شاهد الفيديو ولكن لم نستطع تنزيله من على الفيسبوك لأنه ما عندناش بردان التنزيل لما تجيب الحلقة كاملة وشوف جيب الحلقة كاملة وشوف أنا بس عايز أقول حاجة يا سوال بس لا لا ما تقولش ما تقولش علشان أنا بقول دلوقتي إنه هناك خوانة وعملاء يا أستاذ والي الخوانة والعملاء بيتأمروا مع دول أجنبية ضد مصلحة مصر يعني